بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم طريق التمكين ميزات ويندوز 11 الجديدة التدريجية بعد آخر تحديث في الشرح السابق لآخر تحديث لنسخة ويندوز 11 ديف الإصدار 23493 وفرت مايكروسوفت مجموعة مهمة جدا من المميزات الويندوز 11 زي خاصية الفوليوم ميكسر للتحكم في أصوات التطبيقات من قائمة الإعدادات السريعة وتغيرات خاصية السناب دي أوت الأكثر زكاءا ودعم الكثير من تنسيقات ملفات الأرشيف داخل الويندوز مثل الرار والسيفين زيب والمزيد من تنسيقات الملفات المضغوطة تقدر أنك تطلع على هذه الميزات القوية جدا لويندوز 11 من الشرح السابق أسفل الفيديو فكان إحدى أهم هذه الميزات التي توفرت في آخر تحديث كانت الصفحة الرئيسية لتطبيق الإعدادات لتسهيل وتبسيط خيارات الإعدادات ومساعد الويندوز المركزي للذكاء الإصطناعي الكو بيلوت الميزة تندل بالتحديد هيتوفره بشكل تدريجي وجاني الكثير من التعليقات عن عدم توفر هذه الميزات بالتحديد بعد آخر تحديث كعادة مايكروسوفت الجديدة في طرح معظم الميزات بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة لهذا ببساطة جدا هنستعرض عليكم كيفية تمكين هذه الميزات على ويندوز 11 بعد آخر تحديث الإصدار 23493 أو أعلى أيضا كنا استعرضنا في شرح منفصل أيضا هيكون موجود أسفل الفيديو طريق التمكين العديد من ميزات ويندوز 11 الخفية والتدرجية تقدر أنك تراجع هذا الفيديو في حل أي من هذه الميزات المعروضة في هذا الفيديو ما ظهرتش عندك تقدر أنك تستخدم نفس الطريقة في إظهار وتمكين هذه الميزات طبعا هذه الطريقة اللي بنستخدمها في تمكين ميزات ويندوز 11 على أي إصدار طريقة موسوقة جدا وآمنة ولا تسبب أي مشكلات هنبدأ أولا في تحميل أداة اللي بنستخدمها في تمكين ميزات ويندوز 11 التدرجية والخفية طبعا هذه الاداة موصوقة جدا هتبتدي انك تنزل حاجة بسيطة وهتحمل هذا الخيار اللي اخره زيب هتضغط عليه وهيتم التحميل معك طبعا حجم الاداة بسيط جدا هتفتح الموقع اللي نزل فيه الاداة عندك كليك ايمين عليها بعد ذلك اكستراكت اول ثم براوز بعد ذلك الزيز بي سي وهتفتح كورس الويندوز عندك كورس السي ضبل كليك عليها تفتحه بعد ذلك مجلد الويندوز ثم بعد ذلك هتنزل تبحث عن مجلد سيستيم اتنين وتلاتين ضبل كليك عليه ايضا هتفتحه بعد ذلك من الاسفل سيكت فولدر ثم اكستراكت بعد ذلك ريبليس وهتحدد هذا الخيار ثم كونتينيو هتفتح معك هذه النفذة هتقفلها وتبتدي انك تقفل اي شيء مفتوح عندك بعد ذلك من اسفل الفيديو هتلاقي عندك امرين فقط الامر الاول لتمكين الكو بايلوت هتبتدي انك تاخده كوبي بعد ذلك من تطبيق البحث عندك هتكتب سي ام بي هتفتح موجه الاوامر كليك يمين عليه وران از ادمنستريتور تشغيل كمسؤول بعد ذلك كليك يمين هتلصق الامر الاول وانتر بعد ذلك هتجيب الامر رقم اتنين الخاص بتمكين الصفحة الرئيسية للاعدادات بنفس الكافية هتاخده كوبي ثم هترجع الى موجه الاوامر وكليك يمين هيتم لسق الامر وانتر بعد ذلك هتبتدي انك تقفل موجه الاوامر وتعمل اعدة تشغيل للجهاز عندك وفي العودة هتلاقي بكل بساطة ان تم تمكين مساعد الويندوز للزكاء الاصطناعي الكو بايلوت طبعا لو انك لقيت الايكون الخاصة به مش مسبتة على شريط المهام فتوجه الى الاعدادات بعد ذلك البرسوناليزيشن ثم بعد ذلك التاسك بار هتضغط عليه وهتلاقي ان في خيار جديد تم اضافته للكو بايلوت هتبتدي انك تفعله لازهاره معاك على شريط المهام ايضا بنفس الكيفية هتلاقي ان تم تمكين معاك الصفحة الرئيسية لتطبيق الاعدادات الجديدة بس كده هترككم هو ده كل ما في الامر اتمنى نكون افدناكم به هذا الامر وطبعا كالعادة ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته